الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون الكرام عباد الله قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا هذه الآيات من أواخر صورة الأحزاب وفيها أن الله سبحانه وتعالى لعن الكافرين كما قال سبحانه أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فالذين لعنهم الله هم الذين طردهم الله سبحانه من رحمته فالكافرون لعنهم الله سبحانه وتعالى وأعد لهم أن يوم القيام سعيرا والسعير اسم من أسماء جهنم وقد تعددت أسماؤها في القرآن وفي السنة دلالة على سوء منقلب أصحابها وعلى شرها وعلى سوء العذاب فيها وقد سماها الله سبحانه وتعالى بجهنم لجهمتها وبعد قعرها وسماها الله سبحانه وتعالى بأسماء كثيرة تدل على سوء حالها وقال سبحانه وتعالى إن عذابها كان غراما غراما أي ملتصقا بالأبدان يلتهم القلوب إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد ممددة وكما قال سبحانه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن والحميم هو الماء الحار فعليها دخان وفيها الظلام وهي مغلقة عليهم مؤصدة مقفلة وعليها كلاليب وعليها خطاطيف تخطف الناس فتردهم إلى جهنم لما يصعدوا فيها قال سبحانه كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم الغم نوع من أنواع العذاب في جهنم كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يصعدوا فيخرجوا من جهنم وهي دركات كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ولهم مقامع من حديد تردهم في جهنم والعياذ بالله فإن الله تعالى لعن الكافرين وأعد لهم هذه النار وأعد لهم سعيرها خالدين فيها أبدا والتأبيد يكون لمن دخل جهنم مشركا بالله كافرا به سبحانه فيكون فيها خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وقال سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هذه ثلاث آيات في القرآن الأخيرة التي ذكرنا في صورة الجن والتي قبلها في صورة النساء والأولى في صورة الأحزاب هذه الآيات الثلاث ذكر الله تعالى فيها التأبيد في جهنم ومما يدل على تأبيد المشركين أيضا قوله سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب وقال سبحانه وتعالى في صورة فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهذا يدل على أنهم كان لهم عمل يعملون به في الدنيا لاتقاء جهنم ولكن لما كان هذا العمل فاسدا غير صالح لم يغن عنهم شيئا وندموا وقالوا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فقال سبحانه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فدوقوا فما للظالمين من نصير وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في صورة الزخرف قال سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم أي لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون ونادوا هذا النداء يأتي من كفار من الكفار في جهنم ونادوا يا مالك ومالك هو خازن النار ونادوا يا مالك يا مالك وقيل كما جاء في كتب التفسير يستمر هذا النداء ألف عام ينادون في جهنم ألف عام ونادوا يا مالك يا مالك ماذا يريدون فيجيبهم أو فيجيبهم بعد ألف عام فيقول إنكم ماكثون يقول ليقضي علينا ربك يقول لهم إنكم ماكثون السبب لقد جئناكم بالحق لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون وهم يعترفوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق هم يعترفوا بذنبهم كما قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد نرد إلى الدنيا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين دارهم فرصة عشان يرجعوا فرصة يصلحوا العمل فرصة ما يكذب الرسل كويس ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ردوا يعني لو رجعوا للدنيا لعادوا أي إلى كفرهم وعنادهم لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وينادون أيضا قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا قالوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب أدنا فرصة تاني أخرنا إلى أجل قريب لماذا؟ نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل هذا هو مطلب من مطالدهم لما ذاقوا العذاب وتكالبت عليهم صنوف من العذاب داخل جهنم يقولوا أخرجنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك واحد اثنان ونتبع الرسل فيأتيهم النداء أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ ما قبل كده كان بتقسموا بتقسموا إن ما في ساعة زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ما قلت ما في عذاب ما كان بيحلف بيقول إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ما كان بيقول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر كان بيقسم على هذا لما واجهتهم الحقيقة داخل جهنم بقوا بيطلبوا في الطلبات أخرنا أرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولكن هيهات 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 ما في مرجع إنما الآن الواجب علينا جميعا أيها المسلمون الكرام أن نتعظ من مثل هذه المشاهد التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لو لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن الله لعن الكافرين وإعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ليس لهم ولي يوليهم يومئذ وليس لهم نصير ينصرهم في ذاك العذاب لماذا لأن الله سبحانه وتعالى منع عن المشركين أي شفاعة من أشرك بالله وكفر به منع الله منه الشفاعة فينادون فما لنا من شافعين ما في شافع يشفع علينا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أليس لنا صديق حميم في قربته بنا فينفعنا فيشفع لنا عند الله الإجابة لا ليس لهم ولي وليس لهم نصير يومئذ كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجد لك علينا به نصيرا ولا تجد لك به علينا تبيعا ما في حد ينصرك يومئذ إذا أشركت بالله سبحانه وتعالى وكفرت به قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيه أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا قال يوم تقلب وجوههم في النار الوجه هو أشرف أعضاء بني آدم وهو أحس الأعضاء في الحرارة الليلة إنت لمن تشيل موية لو ما قدرت تلمس بيدك ما ابتكر توديه على والشك لأنه حساس وأرقى من بقية الجسم لكن يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى ونحسرهم يوم القيامة على وجوههم على وجوههم الزؤال يمشي بيوشو يوم القيامة عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا يجي ما أشعر وشه سبحان الله تعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا فقالوا يا رسول الله وكيف يمشي على وجهه قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم يمشيهم على وجوههم يجي يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا فنسأل الله تعالى العافية والسلامة فأولئك ليس لهم ولي ولا شفيع ولا حميم يوم تقلب وجوههم في النار فيتحسروا ويندموا يقول يحلوه يقول يا ليتنا أطعنا الله أي عملنا بما جاء في القرآن وأطعنا الرسول أي عملنا بما جاء في السنة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ويبقى السؤال المهم أيها المسلمون الكرام لماذا لم يطيعوا الله والرسول الإجابة في نفس الآية قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا أطاعوا زعماء وأطاعوا رؤساء وكبراء ماذا حصل قالوا فأضلون السبيل أضعوا عننا الطريق لأنك بالفهم البسيط لما تكلم إنسان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرفض الحديث ويتبع كلام الزعيم يقول لك نحن قمنا لقين الحاجة بيعملوا بها أهلنا هذا هو المنطق وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون قالوا بس بنتبع أبواتنا وحتى اليوم العلينا كثير من الناس رفضوا القرآن ورفضوا السنة وتمسكوا بما وجدوا عند آبائهم من التقاليد ومن الأعراف وما وجدوا عندهم من المعتقدات فأضلوهم السبيل حرفوهم عن الصراط المستقيم بقصائد وبمدايح وبخرافات وبمعتقدات باطلة جعلوا كثير من الناس يترك دعا ربنا ويدعو الشيوخ من دون الله ويترك التوكل على الله ويتوكل على أوراق وأحجب يربطوا ويعلقوا ويتوكل على أسحار وشعوذات ويتوكل على شيوخ من دون الله ويتوكل على موتى وعلى مقبورين يستعينوا بهم ويلجأوا إليهم في كشف الضر وجلب النفع ولذلك أضلوهم عن صراط الله سبحانه وتعالى قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا دعا منهم من الذين هلكوا في جهنم بيدعو عليهم بقولوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب لماذا لأنهم كانوا السبب في ضلالهم ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم المجموعتين الكبار الذين أضلوا والصغار الذين ضلوا موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يعني ده بيتكلم ده بيرد يقول الذين استضعفوا ديال الصغار واللي ضلهم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لو ما إدت ديل لو لا أنتم لكنا مؤمنين أنت السبب لو لا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار والمكر هو الاحتيال والمكر هو التوصل بالسبل الخبيثة والماكر للضلال تزيين الضلال وترويج القصائد وإضلال الناس بالكلام المعسول والجميل شاني وقعك في النهاية في عبادة غير الله قالوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادة وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال الأغلال الحديد في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون عشان كذا لما تأكدوا يوم القيامة إنه اللي كان بدافوا عنهم في الدنيا وبحبهم هم السبب في هلاكهم قالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب أديهم عذاب دبل ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة قالوا لأ زيدهم في العذاب يا ربنا ولعنهم لعنا كبير غير اللعنة اللي لعنت لهم وجاء في آية أخرى في صورة الأعراف ربنا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ديال عندهم عذاب وديلاك عندهم عذاب وإذن أيها المسلمون الكرام لننجو من هذه الحالة المؤسفة والموقف البئيس والحالة التي لا مخرج منها لننجو جميعا علينا بالرجوع إلى القرآن أن نهتدي به وأن نأخذ منه عقيدتنا وسلوكنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وأيضا علينا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة ففي هذين المصدرين النجاة النجاة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى أسأل الله تعالى لي ولكم الخلاص والنجاة عنده سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغايبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم لا تفرغ جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور اللهم اجبر كسرنا اللهم حل ديننا وفرج همنا يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة أرحمكم الله